اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا القوات اللي بتتدرب قوات النخبة إذا بدك بالجيش نحن نوات القوات الخاصة كانت بسنة 1966 يعني تقريباً 42 سنة أو 52 سنة كان الله يرحمه اللواء أبو ضرغم اللي كان رئيس أركان الجيش كان هو نقيب وقت أساس القوات الخاصة بالجيش أساس كتيبي اسمه كتيبة المغوير الأولى أول دورة عملوها بمصر دورة صائقة وجوهون عملوا دورة مغوار ودربوا المغوير الأدم يلي مسمع فيهم كلها والله يرحموا سمير الأشار العميد المخول الحكمة العميد عنيس طبيا الله يرحموا العميد جهات شهين كلها الضباط الأباضيات يلي مرؤوا بيت تاريخنا بعد منها بعد سنة السبعة و سعبين بعد الحرب أرجعوا فرطوا فوج كتيبة المغوير و لحقوها بجهاز اسمه جهاز المكافحة الأرهاب والتجسس يلي متعارف تسميته المكافحة أعيد إنشاء فوج المغوير اللي هو نويت الوحدة الخاصة بسنة الأربعة و اثمين نعم بعد منه بشي تمنى سنين تسعة سنين تقريبا أنشئ الفوج المجوئل بسنة الاثنين و تسعين أنشئ وقته رأى جانقه واشي بعد منه بشي أربعة و خمس سنين أنشئ فوج مغوير البحر و صار عنا ثلاث وحدات أو ثلاث أفواج نحن لما نقول وحدة يعني يونيتي يونيت يعني سرية فوج كتيبة لواء مسميين يونيت هالوحدات هذه اسمها الوحدات الخاصة للجيش ليش وحدات خاصة لأنه تدريبة هو تدريب خاص غير تدريب للجيش العادي تدريبها في مخاطرة يعني ممكن يطير يموت أثناء تدريب أف ممكن في صعوبة بالتدريب ويتطلب إدرة بدنية عالية وإرادة على التحمل يعني بتبلش هي نسميها بالفرنسيون التدريب الأسيخي لكل التدريب الوحدات الخاصة هو دورة مغوار دورة تنشئة مغوار باللغة العسكرية اسمها كيف بتبلش هالدورة هي طبعا اختيارية هاي الدورات كلها بس في إلع امتحان طبعا طبعا في امتحان تيفود عليها امتحان صحي ونفسي ورياضي ورغبة من المتدرب إذا بدوا إذا ما بدوا ما أحد فيه لزمو يعمل دورة مغوار بيكون هو يعامل دورات الخاص دورات العادية دورة مشيات عادية عسكرية عادية بروح على دورة المغوار بيعمل دورة تحضيرية بعد بعد منها بيعمل دورة مغوار إذا قطع هالدورة وليه اللي بيقطعه يعني ولا مرة أدين نسبيا من اللي بيقضوا ماك في موام 20% بين العشرة والعشرين بالمية اللي بيقطعوا الدورة يعني أنا بتذكر دورتي بسنة الخمسة وثمينة ستة وثمينة كنا 360 تخرجنا شيء 32 من عشرة بالمية بيشمع خدمت أدي وقت بالمغوير أنا خدمت بالمغوير تسع سنين ونص متقطعين يعني سبع سنين ونص بسنتين يعني راحت ورجيت وخدمت بالفوش المجول ست سنين ونص كنت قائد في قفوش التدخل شي ثلاث سنين يعني قل تقريبا كل خدماتي بالوحدات الخاصة اسم الله عليك هيدا التدريب الأساسي اللي هو تنشئة مغوار نعم ما بتكفي بيصير عنده اختصاص وحدات خاصة يعني اختصاص ولا العسكري مثل عسكري مدفعية عسكري إشارة عسكري مدرعات هيدا العسكري والله الضاربين بيصير اختصاصه وحدات خاصة بيروح أو على فوج المغوير أو على فوج مغوير البحر أو على الفوج المجول أو على المكافحة والقوة الضاربية اللي هن بالمبدأ تابعين مدير المخابرات هلأ هون ما بيكفي نعمل شو بده يكفي فيه اختصاصات بده يختار بالمغوير البحر بده يعمل دور مغوير بحري في عندك غطص في عندك تعامل مع الزوارق القتال بالبحر والقتال البرمائي يعني عندنا التدريبات الخاصة طبعا بالفوج المجول فيه تدريب متطور يعني هو التعامل مع الطوفات والقتال خلفه طوض العدو يعني هاي دورة بتعامل تختصاصه بفوجه بعد منه فيه بتوزعوا على اختصاصات أكتر من هايك يعني مثلا دورة الناس دورة مسعف ميداني مسعف ميداني متقدم يعني يعني الميدك بده يكون شغلي كتير مهم يكون معنا الميدك بكل حضيرات حتى يقدر يخلص وكمين بيكون عم يخضع له التدريبات الآسية مي بمي مفروض يخضع فيهم بسوا عم بيقاتل ما بديو مشي معهم اوكي إذا منه مدرب بدلوا كيف بديو مشي معهم يعني إذا جبت أنا طبيب عادي أو ممرض عادي مساش في العسكري مش عامل هالتدريبات وبيديو مشي مع فصيلي من الوحيدات الخاصة ببيديو مشي معهم صعب حتى البركور طبعا مي بمي بديو كون مدرب معهم المجاول مين هني وشو بيعملو بس خليني كافي تدريبات عندك أنت دورة الناص بديو يعمل الناص في منهم بيعملوا دورة هندسة إيتالي يعني التعامل مع التفخيخات والألغام كيف بيشيره وكيف بيحطه وكيف بيحطه بقية منها وفي عندك دورة مسعف متقدم مسعف ميداني يعني بيعملها مستشفى عسكري بيعمل استجاب بالمستشفيات المدنية عندك دورة متقف في الأثر بس فايندر في عندك تخصصات بالوحيدة الخاصة هلأ هوده حسب الرغبة وحسب نوعية كل عسكري متخصصة مش كل يناس بيقدروا يعملوه مش كل يناس بيقدروا يعملوه بده يكون عنده قدرات معينة مية بالمية كل اختصاص من هوده يتطلب قدرة ومستوى تعليمي ومستوى عسكري معين تهيقدر يعمل هالدورة هون بيشوف خائد الوحيدة بيشوف أنه أنا شو بيلزمني كم بيلزمني النص كم بيلزمني عنصر هندسة إدال كم بيزمني واحد مسعف ميداني متقدم كم بيزمني وبيعمل دورات بس أدري يخذوا وقت هالدورات كلهم يعني أول شي تقدر يعمل دورة المغوار بدون يعمل ستة شهور دورة جندي عادة مشاهة تأسيسية دورة المغوار ثلاثة شهور هي تسعى طبعا مش وراء بعضها في دوليبا بعضهم دورة المجوء ثلاثة شهور دورة الأناص شهرين ونص أو ثلاثة دورة المسعف ميداني متقدم ستة شهور بس هالدورات يعني أدى فعلا بيتدرب وأدى بيكون موجود هالعسكري بمكان صعب نحن بالنسبة لقلنا المغوار هو شوبرمان يعني بالنسبة لقلنا المغوار لا يقهر هالأدى قوي هالأدى بيكون عنده قوة بس بذات الوقت المميز فعلا وكل الناس اللي بيتعرفوا على مغوير بيعرفوا أنه مقابيلها القوة هاي كلها في قلب طفل في قلب طفل وفي عطاء يعني وفيها التضحية المغوار من أكتر ناس المعرضين للموت أنا مصغير كانت كيف أنا رحت عن شيش أنا بيأتي كلها عسكر أخذونا جمعوا كنا بالمدارس التكملية لقد أربع مدارس بالأبيت جمعونا قال جيين يعملوا المغوير يعملوا عرض عسكري بالأبيت وكان وقتها الله يطول بعمره النائب مخول حكمي هالأعميد متقعد كان هو يقائد كاتب المغوير وعملوا العرض العسكري العروض أفز المطوفات وأكل الحي وهيك وأوص على رفيقه خرطوش خلابي بس شفنا أنه أوص على رفيقه ثلاثين طلقة وما ميت صلنا نكمس بعض لأنه ليت أوص ما ميت المغوير ما بيموت فات ببراسة أنه المغوير ما بيموت طلعت معي بالآخر أنه المغوير هو أول واحد بيموت صغير يخي عني وعلك الحال صار معك أمور مؤسرة جدا وطلب من أنه مش ما أحكي كتير بالمواضيع بس أنت كمان أصبت بس الأمور الخاصة مع ناس من أفراد العائلة وهون يمكن الواجع الأكبر أنه لما يكون معك أشخاص من أراي من أفراد عائلة وبدأت طائمان معهم كأنه أي عسكر اللي كان وتجرب تضبط على حالك من هالحزن والواجع كمان هذه الشغلة كبيرة تحية لك جنرال فعلا على الأشياء اللي مرأت عليك مرأة ليلة كتير ومرأة غيرنا نصيبنا طلب وصبت أيضا هي أنا صبت ثلاث مرأة بس المرأة الأكتر شي بـ 13-20 وقت الفيتو جحافة اللي احتلال السوري علينا وصبت وقتها شوك أقوى صعبك أنت أي صعب خطرة كتير يعني بصفري بينها طيبين كتر خيال الله بينها طيبين بيوجهك بفتكر بيهون وبدأني وهون برقبتي بيدي هون بيدي هاي وبظهري يعني بأي أسار لها الإصابات كلها يعني اليوم في عندك مشاكل صحية نبسة تيابي هلا بأترسي ببين الفضائح إذا بنزع البحر أو بانكس بور ببين الخرايط على الجسم على كل حال هذه الخرايط هي تاريخ ويشخص بس أي مشاكل صحية اليوم من جراء الإصابات في واجع هيك وفي إعاقة يعني إيدي ما بقدر حرك بسهولة يعني من فونكشونيل بس الحمد لله من بعدي طيب وما شاء الله بس اليوم ما ما حكينا على المجاوعة اللحب نحكي بس اليوم من بعد ما صيرها هالأدة قوية وقاسية وصعبة اليوم جنرال بتحس أنه الحق مقتصب وعندكم حقوقكم كلها مرتاح في أمور فيها تأثير يعني كيف لكن الجيش تكون موضوعيا الجيش بكل العهود حتى من نسمي حدا ما غلط أبدا مع الشهداء ومع المعاقين بالحقيقة يعني عطان حقهم يعني ولا مرة كانوا يقول له يعملون نشاطات ويساعدوهن مديا ومعنويا وحتى فيه تمييز لقلهم بالطبيب العسكرية لما بدوا يروح يتحكموا هني وعينوا الجيش أبدا ما أثار مع الشهداء والمعاقين يمكن السياسية أثارية أو المجتمع بشكل عام بس بقلك شغلي مناخد حقنا لما بعيون الناس منشوفهم لما منشوف العالم نحنا منشوف دايش بيقدروا تعب العسكري منعتبر أنه حقنا وصلنا ومننسى كل التعب وكل الصعوبات المرتنا فيها وكل الحزن اللي مرتنا فيه لما منشوف عيون الناس اللي بيحبونا وبيحبونا بصدق يعني اليوم لما بلاقي مواطن بيقل له للعسكري يا وطن يعني عم يختصر لبنين كله بيبدلة للعسكري هذي ما بتنقل بغير محل أبدا نهائيا ما في جيش بالعالم ما في شعب بيقل له للعسكري عنده يا وطن أنت عم تنمي سابت فيكاس شون لكل شي بتشوفيه باللبنين بيبدلة تعالعسكري اللي ماشي على الطريق بدون ما تعرفيه هذا كبر كبير يعني هون بدوا يكون عنده مسؤولي مضاعفي العسكري غير هو إذاء والوطني أنه ليكون ناشو بيشوفوني أنا فهذا لازم مثل ما تصدلت إذلي بيشوفوا سوبرمان إيه بدي يكون سوبرمان لأنه ناشو يفيني هيك مجبور كون سوبرمان لأنه ناشو بدون هيك نحنا أنا ما بقول هيك نحنا عاديين نحنا منقول هيك ونحنا مصدقين بهيدا الشي ومأمنين بهيدا الشي هل هيدا الشي اللي بيعطيكون إيجابية هالآد من بعض ظروف تمرق أوقات كتير قاسية يعني في ناس بيفقد أولادهم في ناس مثل حضرتك أولاد أختهم يعني أدامهم بمعركة كيف تقدروا تكملوا كيف ما بتصلوا لمحال يعني هالإيجابية اللي عندهم ياها الجيش العسكر بشكل عام والقوى الخاصة خصوصي من شو بيستمدوها بيقدروا يكملوا وبدون المصرين أنه هن بدون يكملوا ويدفعوا الوطن لو بدوا تموت عائلتهم كله وهن يكملوا هاي في شغلة اسمها إرادة القتال هايدي باللغة العسكرية ما فينا نجيبها هيك نشتريها فيها نشتري الضبابة والمدفع والطيارة بس ما فينا نشتري إرادة القتال إرادة القتال بيخلقها القائد والناس بيخلقوا بالعسكر إرادة القتال يعني إذا بعطيك مثل معركة نهر البيض مثلا الناس اللي كانوا حولينا أهل العكار والمني والمنطق اللي كانوا عطيونا دفع ما بتتصوري قديش وهم بتلاقي العالم مقفين حدنا بيقلك أنا بجيب سلاحي بحارب معك المرعة بتعمل أكل بالبيت وبتيخذنا العسكري لما ينصاب عسكري بتلاقي العالم كلها رجلت عليه كأنه هو من البيت إرادة القتال هايدي الشغلة المهمة كتير ليستبندها العسكري إذا عنده إياها ولو راح حدا من عائلكم أنا أوليد إختي وستشهدوا معي بأدمة اتنينته مش ما بيلك ما منهز زيت بس ما بينت إني مهدوذ وستشهد زميلة مثل خيية بس همجر رحمه يعني بمعزة خيية وبعدين هلأ عطوات لأنا وأهله أنا وكل الشباب أكيد الأهل الشهداء وبقيت جامد لأنه الموقف بيتطلب هيك مش معيتي أنه أنا بالقلب لأ أنا بسعد لوحدي ببكي أنا وأنا بحزن مثلي مثل الناس ونحن عندنا شعور ومنحب ومنكره وعندنا عائلة ونحن منعيش مثل ما أنت بعيشين ما بيفرقنا شي عنك بالعكس وعندنا قلب بيحب وبيتغطف مع العالم ومع غيره بس الموقف العسكري بتطلب أنه صلابة بعد الأحيان لأنه على كل حال ابن أختك الثاني كمان يعني من ورا هالموقف الجباري اللي عمله موقف بطولي كمان استشهد ورا خيه يعني راح لحتى ينتقم يمكن للأشخاص يلي أطلوا خيه بشكل منفرد بزيت الفترة بزيت النهار أو تاني يوم أو بعد قد وعد بعد 18 يوم بعد 18 يوم وراح ضحية لأنه عم بيدافع عن خيه يلي يعني عم بيجرب ينتقم من خيه يلي توفر الله يرحم نفسه كتير ناس مش بس نحن يعني في كتير بيوت خسرت شو هذا وخسرت أحسن شباب نعم نحن مشوف حالنا في يوم بالحقيقة وأنا هيك من يومين اكتبت على فيسبوك عم عيد رفاق السلاح أه الفرنسيوي بيسموه فرير دارم أنا بقول أخوة السلاح رفاق الدارب بس أخوة السلاح نعم إنو باللون المابين حيني قدام زكرة الشهيد مش قابلوا زكرتو حيك بس زكرة الشهايد بنحنى ما بيكبر ولا بيعرف ما استقبلوا الشهيد هي الشهيد هو أكرم إنسان بالعالم هذا حط حياته ما في أغلى من حياته جنرال حديث مؤثروا مثل ما قلنا يعني مقبل كل هالقوة فيها القلب الحقيقي فيها القلب الطفل فيها القلب البيحب لدرجة الموت الله يطول بعمرك الله يرحم كل الشهداء ويعطي الصبر لأهلهم تحية من قلبنا لك لكل عائلتك كمانا ولكل العسكر شكراً لوجودك معنا الجنرال جورج ناند نحن نأخذ بريك ونتربيح